طبعاً ما فيه شك إنه التكنولوجيا أصبحت محور مهم ومؤثر بشكل كبير جداً في حياتنا تقريباً وفقاً للإحصائيات في حوالي 3 مليار شخص حول العالم بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي تقريباً كده 40% من سكان العالم لكن يظل استخدام شبكات التواصل بشكل مفرط ومستمر لإنعكاسات سلبية جداً على الأشخاص وعلى حالتهم المزاجية والنفسية أحياناً تأثير ده بيكون أحد الأسباب في وجود انطواء في وجود تجاهل للأشخاص وقت الكلام وزي ما فيه تأثير إيجابي بيكون فيه مردود سلبي على الإنسان وعلى حياته لأنه الشخص بيكون كل تركيزه خلال وجوده على مواقع التواصل الاجتماعي في الحاجة اللي بيشوفها أو الحاجة اللي هو مهتم بيها بس طيب إيه الطرق اللي ممكن تخفف من تأثير استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على سلامة الصحة النفسية إزاي نضح حلول لاستخدامها بدون ما تأثر علينا كل هذه التفاصيل هنعرفها في فقرتنا دلوقتي وطبعاً إجابات هذه الأسئلة من الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بجمعة عين شمس وأمين عام الجمعية المصرية للطب النفسي صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير يا فندم وأستاذ المشاهدين كلهم أهلا بك يا فندم طبعاً فيه استخدام ما فيه شك استخدام مفرط لمواقع التواصل الاجتماعي من كل الفئات العمرية وحط تحتها ميت خط الأطفال الصغيرين والفئاء والشباب والمراهقين وكبار السن ده ممكن يكون تأثيره يا فندم علينا إحنا بنقول بقى أن وسائل التواصل الاجتماعي ده لها جانبين مهمين جداً في حاجة اسمها الوقت اللي أنا بقضيه وفي حاجة اسمها المحتوى الاتنين قد يكون لهم تأثير إيجابي وقد يكون لهم تأثير سلبي لو خدنا الجانب السلبي إحنا عارفين أن مخنا أو عقلنا أو جهازنا العصبي لما بيتعرض لمنبهات لفترة معينة أن أنا قاعد مسك الشاشة لفترة معينة قريبة من وشي بعد شوية مخي بيجهد خلايا الجهاز العصبي بتنهك فأصبح بعد ما بطل الحكاية دي غير قادر على تعمل مع الآخرين حتى يقول له حكي إيه ده بقى منعزل هو مش طول الوقت مسك الشاشة قدامه هو من كتر ما استخدم الشاشة وقت طويل حصل له إنهات لجهازه العصبي حتى هو مش ماسك الموبايل يعني بالظبط كأحيق لكن كأني بالظبط حاجة عمالة تدخل جوا دماغي تدخل جوا دماغي بعد وقت معين دماغي ما بتستحملش فبتقفل فأصبح بعدها حتى لو قفلت الجهاز غير قادر على التعامل مع الآخرين فده اسمه بعد الزمني لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إيه المدة اللي أنا أفروض أستخدمها لو زادت عنها تأثيرها سلبي جدا على جهازنا العصبي وخضرته على التعامل مع الآخرين الجانب الآخر بقى الأهم بقى هو المحتوى اللي أنا بتفرج عليه في وسائل التواصل الاجتماعي ده بقى شيء في غاية الخطورة إحنا لاحظنا في الفترة الأخيرة زيادة العدوانية اللفظية والعدوانية السلوكية في بعض فئات السنية في المجتمع المصري والمجتمعات العالمية كلها مش مصر بس ناتج عن من كتر ما أنا بتفرج على محتوى يشتمل على عنف لفظي وعنف سلوكي وعنف حتى بصري أصبحت عندي رغبة شديدة في تقلتهم رغبة شديدة في عمل هذه الأشياء لغتي اتغيرت طريقتي في التعامل مع الآخرين اتغيرت فده المحتوى بيأثر على طريقتي في التعامل ده بش بس كده ده فيه ما يطلق عليها الآن التنمر الإلكتروني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فهذا المحتوى اللي فيه نوع من التنمر أو الابتزاز العاطفي أو الابتزاز السلوكي للأشخاص اللي بتعاملوا بهذه الوسائل ده بيؤدي إلى أثار نفسية وبيلة قد تؤدي في بعض الأحيان سجلت في اللوعي طبعا يا فان فبتالي تلقائيا كده التصرف يعني أنا ممكن أكون إنسان هادي أصلا هادي الطبع لكن من كتر ما بتفرج على الحاجات دي تسجلت في اللوعي فتلقائيا تلقيني بتصرف عنف بالضبط يا فاني وأصبحت بسمائي فقط الحساسية للعنف يعني إحنا وإحنا كائنات فطرية ربنا زي ما خلقنا إحنا العنف حاجة منفرة لنا حاجة تثير عن قدر لكن لو تفرجت عليها كتير بعد كده بتغرني خالص ببقى شخص مختلف تماما تعودت عليها بقى خلاص بالضبط الجنب الآخر بقى اللي إحنا اكتشفنا أنه أكثر خطورة حتى من دي ما يطلق عليها التنمر الإلكتروني بوسائل التواصل الاجتماعي كثيرا من أطفالنا وشبابنا بيتعرضوا لنوع من الابتزاز ونوع من العنف ونوع من السخرية منهم مما يؤثر على نفسيتهم وعلى رؤيتهم لنفسهم ويصابوا بكثيرا من حالات الاكتئاب والتوتر اللي زادت جدا في الفترة الأخيرة دي أنا بس قبل ما أقول أكثر فئات زي ما لها تأثير سلبي هي لها تأثير إيجابي على البعد الآخر أو على الجانب الآخر السوشيال ميديا قدت لناس كتير فرصة للتعرف على ناس تانية للتعرف على حياة أخرى لأنهم يبدعوا ويبينوا حاجات مكانش موجودة قبل كده تمام اكتساب خبرات تمام طبعا بحقيقة يعني عشان نكون أمين بس أكثر الفئات تأثرا بتلك الوسائل هما فئات الأطفال والمراهقين ليه يا فندم؟ لأن دي الفترة اللي جهزنا العصب هي لسه بيتكون لسه قدرتهم العقلية بتنمو لسه بيتطوروا من نفسهم لسه بيتطوروا من مفاهمهم من مهارتهم فقضاء وقت طويل على الشاشة في السوشيال ميديا ده بيعوق في بعض الحالات كثيرا نمو الجهاز العصبي وقدرة الطفل أو المراهق على اكتساب البهارات والقيم اللي هيحتاجها بعد كده في حياته فبالتالي يا فندم إيه المشاكل اللي ممكن تحصل لأطفال نتيجة استخدامهم المفرط للسوشيال ميديا في مشاكل ستنشأ إننا لو سبتوهم وقت طويل على السوشيال ميديا ومشاكل ستنشأ إن لو أنا ما رائبتش هما بيعملوا إيه على السوشيال ميديا مهم جدا هذه وقتتين مهمين جدا الوقت أثبتت كل الدراسات مؤخرا إن من سن للأسف الشديد من سن 2 سنتين لغاية 5 سنين حاجة متخلن فيه أطفال عندهم سنتين قاعدين على السوشيال ميديا حاجة طبعا خرافة لا يتعدى الوقت يوميا ساعة صباحا وساعة مساءا لو تعدى أكتر من ده بيأثر على نمو جهاز العصبي ده السن قدية يا فندم من سن سنتين لخمس سنين لخمس سنين ساعتين في اليوم ده بس ده أنا مكلم ده على الحد الأقصى يعني ساعة صباحا وساعة فترة النهار وساعة فترة المساء أكتر من كده ده بيؤدي إلى تأخر قدراتهم العقلية جهاز العصبي لا ينمو بالدرجة المناسبة من سن 7 أو 6 سنين لغاية سن 17 ده فترة المراهبة بنقول لا يتعدى ساعتين نهارا وساعتين ليلة فإنها بقت تضعفة العقل ماشي إجمالي أربع ساعات في اليوم ليس أقصى من ذلك ده بيكلم عن الوقت وليس المحتوى لو تعدى ذلك الوقت الجهاز العصبي بتاع المراهق بينهك إنهاج تام ويصبح غير قادر على قضاء بخية اليوم في أي أنشطة أخرى نايم بقى نايم أو قاعد عارف حكي اللي هي بسموها زومبي ستيت اللي هو قاعد وكأنه ليس معنا سارح شارد من جهاز العصبي لا استطيع التفاعل فعشان كده بنقول ده الحد الأقصى طبعا كل ما كان أقل كل ما كان أفضل جدا للمراهق والطفل المحتوى المحتوى العنف ما يطلق عليها المواقع الإباحية المواقع اللا أخلاقية المفاهيم الغريبة عن مجتمعنا لو أنا صبت الطفل أو المراهق فريسة لتلك الأشياء بدون ما أنا بمنع تأثيرها السلبي عليه فأنا بسموها كني حكمت على جيل كامل بأنه سيصبح جيل غير فعال في مجتمعنا بعد كده وإحنا هنسأل عنهم لأنه السبب في ده تمام وإحنا اللي بنستخدم الموبايل وإحنا اللي بنستخدم السوشيال ميديا بشكل مفرد فبالتالي ابني لما يلاقيني مسك الموبايل 24 ساعة أنا مش هقدر أقول له أصلا سيب الموبايل حقيقة قلت كلمة مهمة جدا النموذج أو القدوة هو أساس إزاي الطفل أو المراهق بيتعمل مع الشيء فهي على الحقيقة لو لقى والده أو والدته هم عادين طول الوقت وبيقولوله أنت لأ كفاية عليك ساعة أو كفاية عليك ساعتين طبعا من وراي هيعمل كل الكلام ده لكن لو لقى أنه هو ده النظام أو هو ده المنظومة اللي شغالة في بيتنا وشغالة حوالينا خلص هو لا إيراضيا لا شعريا من غير ما ياخد باله هيقلب نفسي هذا النموذج أو بعض الأباء والأمهات لو بيشتغلوا على الموبايل بنستخدمه في الشغل في أوقات كتيرة نوضح لهم أن احنا بنستخدمه للشغل مش مسكينه زي ما حدتك ورضو البحث اللي أنا قلته بسر ما كملتوش عدد الساعات دي بيسموها لأن كثيرا من الناس دلوقتي بتدرس وبتحلم تحنات على الجهاز أو على الشاشة فإذا ممكن نستخدم الشاشة في وسائل تعليمية ده حاجة مختلفة تماما طيب إحنا زي نعرف الأطفال أو نوجد لهم البديل وهنا عشان أخلي الطفل يسيب مواقع التواصل الاجتماعي والحاجات اللي أخلاقية لحدك بتذكرها دلوقتي لازم أوجد له بديل لازم يكون هناك شيء بينافس هذا الشيء حيش شفت مهرجان العالمين اللي حقيقة عرضت التقريضة أهو ده بقى شيء هيل نموذج رائع للمفروض نقدمه لولادنا ومراهقنا عشان ما يعودوش وقت طويل على كده نموذج أن هناك أنشطة أخرى فيها نوع من السعادة ونوع من البهجة مش لازم أعود على الموبايل طول الوقت لا وأكتر حاجة اكتشفنا أنها بتبهج الطفل أو بتصعيده هي إيه يا عم؟ أن يعود مع والده أو والدته مجرد أن يعود والده أو والدته حضنينه أو متلامسين معه جثا ديا ده يفوق أي موبايل وأي انترنت وأي سوشيال ميديا الحاجة الثانية نظرة إعجاب الأم أو الأب بما يفعله أو يقوله إحنا بنشجع الأب والأم السوشيال ميديا جميلة مش عارف منافس جميل مفيش حاجة بالنسبة لمخ الطفل أهم من أن يعود مع والده أو والدته ويشعر بأنهم مبسوطين بالقعدة معاه وبيسمعوه وفي نظرات إعجاب في عينهم التواصل المباشر حتى في حد ذاته ده مباشر طبع التواصل والأذن الصاغية والإنصاط الجيد لابني أو بنتي وتقدرهم وبث روح أن هم ناس كويسين وصورة ذاتية إيجابية لهم يعني يجب أو يقضي على أي تأثير لسوشيال ميديا أو إنترنت أو العجل دي كلها طيب دكتور مؤخرا انتشر حاجة للمقاطة السريعة أو الريلز طبعا طبعا والريلز دي يعني أنا قريت في أكتر مكان ما عرفش برضو إذا كانت المعلومة صحية ولا لأ حضرتك ممكن صح لنا أنه التأثير أكثر ضررا من الريلز بسبب المحتوى المتنوع بيؤدي إلى تشتت ذهني هل ده فعلا صحيح؟ نعم مش بس كده كونها قصيرة وسريعة ومركزة فهي جذابة جدا لمخ الطفلة أو المراهج الحاجة التانية بتنتقل من موضوع لموضوع سريعا فأنا أصبح كطفل أو كمراهج لسه مخي ما تكونش تماما مش عارف لا سجل ده ولا سجل ده فيه يحصل نوع من التشتيت ده في الجهاز العصري عارف حاجة مرض اسمه فرط الحركة وتشتت الانتباه؟ هو ده بالزبط ازاي أنا بعمله للطفل اللي هو ما عندوش هذا المرض إن أنا بعلمه إن مخه يبقى مشتت سريعا بينتقل من حاجة لحاجة بسرعة ولا يقضي وقتا في التركيز عشان كده دي من أخطر الأشياء اللي هي الحاجات السريعة القصيرة ولكنها للأسف جزابة جدا طبعا ما هي جزابة جدا ومحتوها زي ما حضرتك قلت سريع بالنسبة للأطفال وبنسبة للكبار كمان بس قول الكبار يفندم على القل الجهاز العصبي موجود هي طبعا ضرة برضه بس دول يا حرام لسه جهازهم العصبي في طور التكوين فأنا بحرمهم من التكوين السليم للجهاز العصبي ده شيء خطر جدا طيب إيه العلامات اللي ممكن لو شفتها على الطفل أعرف إنه هو خلاص بقى مدمن لاستخدام السوشيل ميديا أولا أنه لا يستطيع إنه يقعد معايا ويتكلم معايا أو يقعد مع أصحابه أو يعمل أي حاجة ودائما بيفضل إنه إيه يمسك الموبايل أو التاب بتاعه وقعد عليه طول الوقت النظرة الميتة في عيني ابني أو بنتي فيه كده لمعة موجودة في عين كل طفل وطفل لو اللمعة دي راحت أعرف إنه في هناك خطر شديد من استخدام وسائل التواصل الاجتماع عينه دبلانة زي ما بنقول بالضبط يا بنا اللمعة اختفت ودي بقى علامة على كل أم وأب يركز فيها مع أولاده لو لقاها راحت يعرف إنه فيه إنهاج أو إدماء مؤشر سيء جدا ويجي بالتدخل مبكرا الحاجة الأخيرة طبعا إن يلاقيه لو أنا سحبت منه الموبايل أو التاب أو أي حاجة بيبكي ويعيط ويسرخ ويعمل سلوكيات غير عادية لكنها أعراض إن سحاب مخدر يعني طيب هل ممكن الأطفال تصاب بالتوحد نتيجة استخدام سوشيال ميديا بشكل مفرد؟ لأمانة العلمية لأ التوحد مرض جيني وله علامة وحاجة تانية خالص تمام إحنا بنوضح برضو بعض المفاهيم ولكن عشان أكون برضو واضح ممكن يجري مظاهر شبيهة بالتوحد ولكن ليس مرض التوحد يعني يبقى منعزل وما بتعملش مع الآخرين ولكن التوحد ضمر ضد المخ ما بيتكونش أصلا نتيجة لأسباب وراسية جينية هنا هتبقى أسباب بنسببها بيئية أول ما شيلها الطفل يبقى كويس جدا لكن تعامل الأب والأم مع الطفل هو اللي ممكن يدفعه لأنه يستخدم مواقع التواصل التمائي حتى لو هو ما كانش عايز ده طبعا إحساس الطفل أنه ليس مرغوبا فيه أو أن سلوكياته ليست مصار انتباه أو تقدير اللي حواليه بيدفعه بطريقة غير مباشرة على طول إلى اتجاه السوشيال ميديا لأن هناك مفيش نقط مفيش حد بصصلي مفيش حد ايه بيعلق علي أو بينتقدي عشان كده بنقول للأهل ما تنتقدش ابنك حتى لو عاوز تقومه أو عاوز تغير له سلوكه تبدأ بالجملة الآتية أنت إنسان جميل وعشان أنت إنسان جميل خسارة تعمل حاجة مش كويسة فتعال نعمل حاجة تخليك أجمل وأجمل الكلمة دي برغم أنها تبدو كلمة مش عميقة قوي مفعولها مفعول السحر للطفل الطفل كل ما يرغى فيه في حياته إن أبوه أو أمه يقوم مبسوطين منه نظراتهم فيها نظر إجابيات يعني نخلي الجملة دي قعدة بداية كلام دائما أنت إنسان جميل أنت طفل عظيم وخسارة تعمل حاجة وحشة مش ولكن أو بس لا لا خسارة تعمل حاجة وحشة لو الطفل أو المراهق تكون عنه صورة إيجابية عن نفسه هيستخسر يعمل أي حاجة تضره عشان كده التشجيع الإيجابي أفضل مليون مرة من العقاب والأحاجات التانية دي خلص طيب دور الأب ولا الأم في الموضوع ده في السن صغيرة قوي 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 الأم هي الأساس ولكن الأب له دور كل ما بنجبر في السن كل ما دور الأب بيزداد أهمية لأن بعد شوية الطفل بيبقى ياخد الأم حاجة اسمها لكنها خلص هي بتحبني وما فيش حاجة تحصل هنا دور الأب مهم لأنه هو دور الإنسان القوي اللي حكمه عن الأمور فعلا هيبقى مهمة في الفترة كده لكن الاتنين طبعا في غاية الأهمية طيب هل ليه أي تأثير على كبار السن من الناحية النفسية؟ طبعا بصحك أنا هتستعجب اللي أنا هقوله إليه تأثيرها إيجابي جدا بقى على كبار السن فعلا؟ كبار السن ساعات بعضهم بيعاني من عدم قدرة على التحرك بسهولة عدم قدرة على النزول عدم قدرة على التواصل مع الآخرين فديدتهم وسيلة للتواصل لم تكن موجودة قبل ذلك وسيلة لتنشيط جهازهم العصبي لكن لم تكن موجودة قبل ذلك وكأنها بديل عن الأسر الكبيرة اللي كانت موجودة زمان زمان كان اللي بيبقى بيت عيلة كبير والجدة والجدة كل الناس تطلع تسلم معاهم وتقعد معاهم فده كان بيعمل لهم نوع من التنبيه والإثارة لجهازهم العصبي دلوقتي طبعا تعقيدات الحياة ما بقتش كده خالص مفهوم طبعا فإيه اللي بيعوضه؟ إنه يدخل على السوشيال ميديا يتواصل عارف حاك الفيديو كول مع حفيدي دي بالنسبة لواحد كبير السن أو كبيرة السن لكن يدته مخدرات حاجة بتسعده وتدينه نشوة غير عادية بتخليه مخه مسحصح طول الوقت إنه يسحى الصبح يبعد صباح الخير لجميع أفراد العائلة ده نشاط أصبح حاجة مهمة جدا لكبار السن فهي لكبار السن شيء جميل جدا وهم هنا قادرين على حكم المحتوى بقى عدس الأطفال فبيشوف الحاجة اللي هي بتعجبه وبيشوفها حاجة اللي بتعمله تنبيه إحنا طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات هذه طبعا شرفتنا ونورتنا ويا رب يكون الناس طبعا استفادوا من هذه المعلومات إن المسئولية في الأول وفي الآخر على الأب والأم وهم المسئولين مسئولية تامة عن أبنائهم الدكتور بيقول من سن سنتين بيستخدموا مواقع تواصل اجتماعي وده خطر كبير جدا على جهازهم العصر ويليه تأثير نفسي كبير جدا على سواء فئة الأطفال أو فئة حتى المراهقين والشباب كل الشكر لحضرتك الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بجمعة عين شمس وأمين عام الجمعية المصرية للطب النفسي شكرا جزيلا نفهم شكرا جزيلا نفهم